وسائل يسأل أيضاً يسأله ما الحكمة من غيبته الحكمة مجهولة هكذا يجيب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا ينكشف وجهها إلا حين ظهوره صلوات الله عليه ويأتي بمثال كيف أن الخضر والأمثلة بطبيعتها تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر كيف أن الخضر خرق السفينة ولم يكن وجه الحكمة ظاهراً ولكن بعد ذلك لما وصل الأمر إلى الانفصال فيما بين موسى والخضر بيّن له الخضر وجه الحكمة من خرق السفينة وسائر الأمور الأخرى فإن وجه الحكمة من غيبته سينجلي حينما يحدث الانفصال أي انفصال؟ الانفصال بين حالة الغيبة وبين مشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه سينجلي الحكمة الحكمة حينئذ وهنا أريد أن أقف فما بين في أحاديثهم التي أشرت إليها بشكل مجمل يمثل جزءاً من الموضوع لا يمثل الحقيقة الكاملة وعلينا أن نسلم بقضية تكون الأساس في كل بحث عقائدي هل نستطيع أن نحيط بالحقيقة الكاملة؟ والجواب كله هل نستطيع؟ مهما أوتينا من قدرة علمية أو من قدرة على التصور وحتى على التخيل وحتى على التواهل الخيال المساحة الأوسع لأن ترتسم الصور في الذين البشري وأبعد من الخيال الوهم والأوهام مهما كانت قوة الأوهام عندنا وقوة الخيال وقوة التصور وقوة المنطق العلمي إن كان بالحساب الفطري بالحساب الوجداني بالحساب الرياضي بالحساب العقلي بأي مستوى من مستويات النظر والفكر والحساب لن نستطيع أن نحيط بالحقيقة العقائدية بشكل كامل لسبب واضح جدا أن العقائد فيها جانب غيبي الجانب الغيبي لا نستطيع أن نلمى بأبعاده يمكننا أن نلمى بالجانب المحسوس يمكننا أن نلمى بالجانب المعقول يمكننا أن نلمى بالجانب الوجداني والمشاعري يمكننا أن نلمى بالجانب البصائري إذا كنا نمتلك بصيرة ومع ذلك تقف مداركنا هنا عند البصيرة الإدراك عند الإنسان إما من طريق الحس وإما من طريق العقل وإما من طريق الوجدان وهناك من يكون موفقا فيضاف له إدراك آخر وهو إدراك البصيرة فما بين الحس والعقل والوجدان والبصائر نحن لا نستطيع أن ندرك حقائق الغيب كما هي إنما نتلمسها من بعيد إنما نستشف النظر إليها من وراء حجاب لذلك لن نستطيع أن نحيط بالحقائق العقائدية بكامل حقيقتها نحاول الاقتراب قدر الإمكان لذا حين يقول الإمام إن وجه الحكمة سينكشف بعد ظهوره صلوات الله وسلامه علي هذا يأخذني إلى جهتين الجهة الأولى أريد أن أسلط النظر عليها ثم بعد ذلك أعرج على الجهة الثانية كما قلت قبل قليل من أن الأحاديث الشريفة تحدثت عن أسباب الغيبة وأشرت إليها بشكل مجمل هناك سبب هو الواقع والواقع يرتبط من جهتين من جهة يرتبط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه ومن جهة يرتبط بنا يرتبط بالمجتمع البشري أما من جهة الارتباط بالإمام صلوات الله وسلامه عليه فلأنه هو الإمام الثاني عشر لا بد أن يغيب لا بد أن يغيب إذا كانت الأمور تجري كما جرت في أيام آبائه وأجداده وتجري الأمور بأسبابها فإنه سيقتل ومرت الرواية قبل قليل حين سألوا الإمام الصادق عليه السلام لماذا غاب لماذا يغيب فقال خوف القتل فلأنه الإمام الثاني عشر لا بد أن يغيب لأن الأمور تجري بأسبابها فإذا قتل فمن الذي بعده لا يمكن أن نتصور العالم بحسب عقيدتنا نحن الآخرون يتصورون يتصورون بحسب البنية العقائدية التي نعتقد بها لا نستطيع أن نتصور العالم من دونه لا بد من وجوده لا بد من وجوده ونحن في مقطع الأمور تجري بأسبابها الطبيعية ما هو الحل هل هناك من حل سوى الغيبة الأمور تجري بأسبابها الآن لو نفترض أن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه يخرج الآن أو حتى في وقت ظهوره إذا افترضنا أنه سيجري الأمور كما جرت أيام آبائه وأجداده فإنه لن يستطيع أن يغير شيئاً واحد سيقتل كما قتل آبائه وأجداده لكن الإمام حين يخرج يخرج ببرنامج جديد وقد وصل المجتمع البشري ووصل العالم الدنيوي إلى حد ستجري فيه قوانين غير القوانين التي كانت تجري قبل مرحلة الظهور لذلك يستطيع أن يغير كل شيء سوف لن تجري الأمور بأسبابها الطبيعية كما تجري الآن وكما جرت في زمان آبائه صلوات الله وسلامه إذن لا بد أن يغير ولا وجه للاعتراض لا وجه للاعتراض الآن كل واحد منا يحمل في جيبه جهاز موبايل في هذا الجهاز الموبايل 12 مفتاح من الواحد إلى التسعة والصفر والنجمة والمربة هل يستطيع أحد أن يعترض على المهندس الذي صمم هذا الجهاز لماذا لم يضع مفاتيح أخرى الجواب قال له لا علم لك ومصمم الجهاز هو العالم هو العارف وصاحب الخبرة والدليل على أن الجهاز ناجح وأنت تستعمله والعالم يستعمله فلا وجه للإعتراض ولي يعترض أحد لأن هذه الأزرار هذه المفاتيح هي التي تتناسب وما خطط لهذا الجهاز وما يراد من هذا الجهاز الطاقة القدرة على العمل المنافع تحصل من هذا الجهاز عبر هذه الأزرة نفس الشيء الكيبورد الآن إذا تذهب إلى الكيبورد فستجد 12 مفتاح مفاتيح الفاكشن كيز مفاتيح القدرة هل يستطيع أحد أن يعترض على مهندس هذا الجهاز لماذا لا تكون المفاتيح أكثر أو أقل إن عدة الشهور عند الله 12 شهر هو هذا النظام في رواياتنا الـ 12 الشهر هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو النظام يوم خلق السماوات والأرض أزرار الوجود هي هذه لا يستطيع أحد أن يعترض على هذا العدد كما لا يستطيع أحد أن يعترض على عدد الأضلاء من هنا 12 ومن هنا 12 إذا زادت الأضلاء سيحدث ارتباق في تكوين الجسم البشر هل سمعتم أحدا يعترض على عدد الأضلاء الذي خلق هذا الجسم أين كان الخالق الذي خلقه خلقه على أساس من هندسة معينة هذه الهندسة تقتضي بطبيعتها أن يكون هذا هو العدد إذا زاد تكون مشكلة إذا نقص تكون مشكلة القضية هي هي أئمة هذا عدده ماذا هو الإمام الثاني عشر الأمور تجري بأسبابها الطبيعية لم يصل المجتمع البشري إلى الحد الذي يجري الإمام ولايته التكوينية ولايته الخالقية ماذا سيكون لا بد أن يغيب هذه النتيجة المنطقية الطبيعية هذا الأمر من جهته صلوات الله وسلام عليه وأما الأمر من جهة الناس من جهة المجتمع بشكل عام وهنا أريد أن أقف على نقطة مهمة مجموعتان من البشر هما الأكثر ارتباطا بالمشروع المهدوي المسيحيون والشيعة أعتاني المجموعتان هما الأكثر ارتباطا بالمشروع المهدوي المسيحيون هم حكام العالم هم يحكمون العالم واضح هذه القضية لا تحتاج إلى إثبات تطويل شرح هم حكام العالم العالم الآن بكله بقضه وقضيضه في القبضة المسيحية وهؤلاء ليس لهم من حل في المشروع المهدوي إلا عيسى المسيحي ولهذا أخفي أتعلمون أن مدة رسالة عيسى المسيح كم كانت ثلاث سنوات فقط هذه القصة طويلة عن عيسى المسيح مدة رسالته هي ثلاث سنوات فقط بدأ كما يصطلحون في المصطلعات الدينية المسيحية بدأ بالكرازة يعني بالتبليغ وهو في سن الثلاثين ثلاث سنوات بحسب القصة المسيحية صلب بحسب عقيدة نارفة والذي جاء به المسيح هو تصحيح للوضع العبري للوضع اليهودي هذا هو الذي جاء به المسيح وبحسب عقيدتهم أيضا أنه لا إنجيل له لا يوجد إنجيل المسيح بحسب العقيدة المسيحية لا يوجد إنجيل هناك إنجيل يسمى بإنجيل يسوع المسيحيون يقولون بأن الذي يعتقد فيه سيدخل في الهرطقة هرطقة يعني ارتداد سيكون مرتد مصطلح الهرطقة في الديانة المسيحية يعني الارتداد قد تقول إذن ما هذا الذي يسمى بالإنجيل أو البايبل هذه أناجيل لأشخاص آخرين لا علاقة لها بعيسى أو بيسوع المسيح نحن نعتقد بأن عيسى عنده إنجيل والإنجيل عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أما في الديانة المسيحية هذا من الأخطاء التي يرددها المسلمون دائما وكبار علماء المسلمين يناقشون النصارى فيقولون بأن هذه الأناجيل تتحدث عن قصة عيسى فكيف تكون إنجيلاً لعيسى هم أصلاً لا يعتقدون بأن عيسى عنده إنجيل وأصلاً يعتقدون إذا كان أحد يقول بأن عيسى عنده إنجيل إنه يهرطق هذه الأناجيل الأربعة أقدم إنجيل فيها بحسب مؤرخي المسيحية أنه كان بعد صلب المسيح ما بين ستين إلى ثمانين سنة فإن روح القدس هو الذي أوحى إلى مرقص ولوقى ويوحنى ومتى هؤلاء أصحاب الأناجيل على أي حال لس الحديث عن هذا المطلب مراد أن رسالة عيسى إذا ما دققنا النظر في هذه التفاصيل واضحة الرسالة الأصل هي في آخر الزمان الرسالة الأساس له هي في آخر الزمان هذه القضية أشير إليها دائما في أحاديثي في مجالسي في برامجي من أن النبي الوحيد من كل الأنبياء الذي له صورة يعرفها الجميع فيعرفها المسلم ويعرفها الهندوسي ويعرفها البوذي الجميع يعرفون إذا ما نظروا إلى هذه الصور المرسومة المتخيلة للمسيح الجميع يعرفونها لكننا لا نجد صورة لنبي آخر هناك صور قطعاً موجودة عند اليهود صور متخيلة للنبي موسى مرسومة عندهم في كتبهم في معابدهم صور للنبي عند المسلمين أيضاً موجودة هذه الصور لكن ربما تجد نفس أهل الديانة لا يعرفون يعني الآن لو جئت بصورة من صور النبي المتخيلة ربما إذا تريها للمسلمين لا يعرفون من هو صاحب هذه الصورة إلا إذا كان عنده معلومة مسبقة أما صور المسيح في كل مكان وتعلق في بيوت المسلمين في بيوت غير المسلمين وبالمناسبة هذه الصورة أشبه ما تكون بما عندنا في الروايات روايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين روايات الواردة تذكر لنا أوصاف المسيح قريب من هذه الصور الموجودة أو حتى قريب من الشخصيات التي تمثل في الأفلام السينمائية التبشيرية قريبة جداً روايات تحدثنا بما أنه حين ينزل وقت الضحى وشعره أحمر وهو أصهب أصهب يعني أبيض وبياضه يميل إلى اللون الورد الفاتح أصهب وشعره أحمر وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان وكأن الدهن يقطر من رأسه يعني كأنه الآن خرج من الحمام وقد تطيه كأنه الآن خرج وقت الضحى يعني مثلاً ربما ساعة عشر ساعة أهدعش الجميع يرونه نازلاً لأننا إذا أردنا أن نتصور العالم المسيحي بهذه القوة وبهذه القدرة ليس هناك من حل إلى تحييده إلا نزول المسيح ولذلك المسيح رفع وذخر لليوم الموعود هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر لكن حديثي عن غيبة الغائب صلوات الله وسلامه عليه الغائب الشاهد في النتيجة سنصل إلى أننا نحن الغائبون المجتمع البشر هو الذي غاب في غفلته نتيجة التي سنصل إليها هي هذه الإمام ليس غائباً هو الغائب الشاهد المجتمع البشر هو الذي غاب في غفلته هو الذي غط في نومة عميقة فغاب في نومته الغيبة هنا وقعت قلت هناك مجموعتان المسيحيون والشيعة أما المسيحيون فهم حكام العالم ولكم أن تتصوروا لو أن المسيح نزل وقسم كبير من شعوب العالم الغربي آمنت بالمسيح وهي تنتظره ولبت دعوة لا تستطيع الحكومات والجيوش في العالم الغربي أن تحرك شيئاً طبيعة العنظمة السياسية طبيعة القوانين سواء كان في هذا العصر أو حتى في العصور السابقة النظام الديمقراطي كان موجوداً في أوروبا منذ زمن سحيق أتعلمون بأن حواري عيسى قبل أن أكمل كيف وصلت الديانة المسيحية إلى أوروبا كيف وصلت أتباع عيسى المسيح في بلاد الشام اضطهدوا اضطهاداً كبيراً إن كان في فلسطين أو في الأردن أو في سوريا فحواري الدين المسيحي لماذا؟ لماذا؟ لأن أوروبا كانت تتنعم بالنظام الديمقراطي هذا هو سؤال الذي اضطر بعد ذلك أوغستين الحاكم الروماني البيزنطي اضطر أن يعلن اعتناقه للمسيحي لأن أكثر الوثنيين في بلاده في دولته اعتنقوا الدين المسيحي القصة طويلة ليس حديثي هنا عن قصة المسيحية ولكن هذه القضية قضية قديمة فلو افترضنا أن الإمام في هذا الزمان ونزل المسيح والشعوب لبت دعوة المسيح لن تستطيع الحكومات والجيوش أن تتحرك إذا كانت الشعوب ترفض ذلك ولذا قضية المسيح عيسى عليه السلام لها أثر كبير في المشروع المهدوي وبهذا السبب تحدثت الروايات والأحاديث المعصومية عن هذا الموضوع بسعة وبكثرة ووفرة واضح هذه المجموعة المسيحية أما المجموعة الشيعية فهذا شيء منطقي طبيعي حركة الإمام تبدأ من الوسط الشيعي البداية من الوسط الشيعي وهذه القضية لا تحتاج إلى أن أطيل الوقوف عندها لأنها واضحة جدا المجموعة المسيحية والمجموعة الشيعية هاتان المجموعتان المجموعتان اللتاني لهما التأثير الكبير في المشروع المهدوي إذا أردنا أن ننظر إلى واقع هاتين المجموعتين هل وصلت إلى مرحلة النطج المجموعة الشيعية ليست ناطجة ويمكن أن نقيس هذه الظاهرة دونك الفضائيات الشيعية دونك المراكز الثقافية الشيعية الدينية دونك المنابر الحسينية دونك الخطب في صلوات الجمعة والجماعات دونك الكتاب الشيعي دونك وسائل الإعلام الشيعية أبعد ما تكون عن المشروع المهدوي بل أساسا نحن الشيعة نملك مشروعا يتناغم مع عقيدتنا المهدوي أبدا أين هذا المشروع أين علائمه أين ملامحه أين رموزه أين أدبياته أين خصائصه أين شعاراته أين مصطلحاته إذا كان هناك مشروع المشروع يحتاج إلى شعارات إلى مصطلحات إلى رموز إلى أدبيات إلى مؤسسات إلى 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 بمجموعها هذه تشكل المشروع أساسا نحن لا نملك مشروعا شيعيا يتناغم مع المشروع المهدوي الكبير صحيح ليس لنا ذلك التأثير ولي يكون لنا ذلك التأثير المشروع المهدوي إنه مشروع الله لكل الوجود القضية أكبر مني ومنكم ومن كل الشياء ولكن هذا لا يعني أن لا يكون للشيعة من مشروع يتناغم مع المشروع المهدوي الكبير وإلا ما معاني الأدعية التي وردت عنهم وعن إمام زماننا بالذات ما معاني الزيارات التي وردت عنهم ووردت عن إمام زماننا بالذات لماذا هذا الكم الهائل من أحاديث المعصومين التي ترتبط بالمشروع المهدوي وبالشؤون المهدوية وبشؤون الغيبة والظهور وسائر التفاصيل الأخرى التي تحدثوا عنها بإسهاب وإطناق الغريب الغريب أن خطباءنا خطباء المنبر الحسيني لو طلب الناس منهم أن يتحدثوا عن الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه لا يجدون موضوعا في حافظتهم وفي ذاكرتهم يتحدثون عنه حتى بات معروفا بينهم حينما يجلسون وأنا أقول هذا وأنا واحد منهم أنا أعرف التفاصيل حتى بات حين يجلسون ويتحدثون إذا ما طرح هذا الموضوع قالوا وهل هناك من شيء يذكر عن الإمام هو ولد في سنة كذا وهناك غيبة صغرى نواب أربعة وبعد ذلك هناك غيبة كبرى وبعد ذلك يظهر الإمام لا يوجد شيء هم لا يعلمون أن أحاديث أهل البيت تحدثت عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أكثر من باقي الأئمة الآن إذا قمنا بعملية تتبع لأحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عندنا ثلاث أئمة تحدثت الروايات عنهم بشكل مسهد أمير المؤمنين سيد الشهداء وصاحب الأمر إذا أردنا أن نتتبع أحاديث أهل البيت فسنجد أنهم صلوات الله عليهم تحدثوا وبشكل مركز عن سيد الأوصياء وعن سيد الشهداء وعن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أكثر الأحاديث مركز على هؤلاء الأئمة صحيح أن أكثر الأحاديث نقلت عن الإمام الصادق قد يسيء البعض فهم كلامي أنا أقول حديث عن الأئمة عن شؤوناتهم أما الأحاديث صحيح أكثر أحاديثنا نقلت عن إمامنا الصادق نقلا الإمام تكلم وإمامنا الصادق هو الذي تكلم بشكل كثير عن أمير المؤمنين وعن سيد الشهداء وعن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هذه هذه القضية هي التي تنبئنا هذا الوضع أو هذه الحالة هذا المثال الذي جئت به من أحوال الخطبة تنبئنا عن عدم وجود ثقافة مهدوية وذلك يشير إلى عدم وجود إعلام مهدوي وهذا يشير بدوره إلى عدم وجود مشروع تمتلكه الشيعة يتناغم مع مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهذا كله يكشف عن عدم النضج في المجموع الشيحي المسيحيون من الثمانينات وإلى يومنا هذا تغيرت وجهة الثقافة في الوسط المسيحي بشكل واضح جدا قبل الثمانينات خصوصا إذا رجعنا إلى عصر الستينات الذي رجعت فيه العافية إلى المجتمع الغربي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى هم يسمونه يسمون عصر الستينات بالعصر الرومانسي بعصر العمالقة إلى الآن هذا موجود في الخطاب الإعلامي وفي الثقافة الغربية عصر الستينات والعصر الرومانسي هو عصر العمالقة العصر الذي تنفست فيه أوروبا بعد ويلات الحرب العالمية الثانية كانت النظرة العارمة والعام أن المجتمع الإنساني متجه إلى هذه الحياة الرومانسية وإلى هذه الحياة الحالم لم يكن هناك من تصور إلى أن نهاية العالم ستكون دينية هذا التصور كان موجوداً بين جدران الكنائس في الشارع المسيحي لم يكن هذا التصور سائداً من أن نهاية العالم ستكون دينية بخض النظر عن أي فكرة دينية التصور كان أن العالم وصل إلى نهايات ما يمكن أن يصل إليه من الرفاهية ومن الحرية بحسب التصور في مجتمعاتهم الغربية إلى الحد الذي كتب الكاتب الأمريكي فوكوياما كتابه الرجل الأخير والذي ترجم في اللغة العربية بنهاية التأريخ هو الترجمة الدقيقة The Last Man الرجل الأخير ولكن ترجم في اللغة العربية ترجم إلى نهاية التأريخ الرجل الأخير يريد أن يقول خلاصة كلامي وإن تراجع بعد ذلك تراجع عن هذه الفكرة بعد ظهور الحركات الإرابية قال بأن البشر وصلوا إلى الحد النهائي النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية هو هذا أعلى ما يمكن أن يصل إليه البشر وهذا سينتشر شيئا فشيئا في العالم وهو كان البداية لفكرة الإمبراطورية الأمريكية التي كان الحديث عنها في بداية الألفين وحتى في التسعينات لما طرحت فكرة العولمة أساسا مبتنية على هذه الفكرة لكن الآن صار تحول آخر الآن المسيحيون ينتظرون نزول المسيح وتحولت الفكرة إلى أن العالم نهايته دينية نهايته على يد المسيح أكثر البرامج مشاهدة في الولايات المتحدة الأمريكية هي برامج الدين المسيحي باستثناء باستثناء حفلات الأوسكار ونهائيات نعبة كرة الخدم باستثناء بعض هذه الحالات فأكثر البرامج مشاهدة في قنوات التلفزة في الولايات المتحدة الأمريكية هي برامج الدين المسيحي التي تتحدث عن نهاية العالم وعن نزول المسيح قريبا أنا لا أريد أن أبني على هذه المعلومات فقط أريد أن أقول أن الواقع المسيحي هو هذا وبشكل مختصر والواقع الشيعي هو هذا وبشكل مختصر وهتان هما المجموعتان الأكثر أهمية وتأثيرا في مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه فكما قلت بأن الإمام هو الثاني عشر ولا بد أن يغيب وهتان المجموعتان لم تنضج فلا بد من استمرار الغيب وما تقدم من مطالب ذكرتها الروايات والأحاديث عن المعصومين والتي أشرت إليها في الشطر الأول من حديثي هي تمثل أجزاء مع هذه المطالب يمكن أن نرسم صورة نتلمس فيها جانبا من الجواب على هذا السؤال لماذا غاب الإمام ولماذا الغيبة لا زالت ممتدة إذا أردنا أن نذهب إلى أعمق من هذا وأبعد من هذا لا بد أن ننظر إلى أهمية المشروع إلى عظمة المشروع مشروع إمام زماننا هو الذي تحدثت عنه آيات الخلافة خلافة الإنسان لم تكن في آدم ولم تكن في كل الأنبياء مشروع الخلافة بدأ عصره منذ بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهذه مراحل التمهيد لهذا المشروع وما المراد من مشروع الخلافة هل المراد من الخلافة إقامة الحكومة على الأرض هذا جزء من مشروع الخلافة أنتم تقرؤون في صلواتكم إياك نعبد وإياك نستعين صار معهودا في الأذهان وكأن هذه الآية تتحدث عن الصلاة سورة الفاتحة لم تكن قد نزلت للصلاة سورة الفاتحة هي خلاصة القرآن والصلاة جزء تشريعي فمن جملة شرائط الصلاة الشرعية أن تقرأ الفاتحة وإلا ليست الفاتحة قد نزلت للصلاة الفاتحة هي خلاصة القرآن صار معهودا في الأذهان حين نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين وكأن الحديث عن الصلاة الصلاة عبادة ولكن هذه العبادة عبادة صغيرة هناك العبادة الأكبر وهي الولاية أما الصلاة وسائر العبادات الأخرى هذه عبادات صغيرة نحن عندنا عبادة أكبر وهي الولاية هي ميزان الهداية والضلال هي ميزان الدخول في الجنة أو الدخول في النار الدخول في الجنة والدخول في النار ليس بهذه الصلاة العبادة المفروضة اليومية هذه الصلاة يشترط قبولها بالولاية إياك نعبد وإياك نستعين ليس المراد الصلاة الصلاة جزء منها في حاشية هذه العبادة الآيات القرآنية صرحت بأن الله خلق الجن والإنس لأي شيء ليعبدون أي ليصلوا يعني الحكمة من الخلق أن المخلوقات خلقت حتى تصلي المخلوقات لم تخلق حتى تصلي الصلاة جزء من شؤوناتها جزء من حياتها العبادة التي تتحدث عنها هذه الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إياك نعبد وإياك نستعين هي نفسها العبادة المذكورة في هذه الآية هي العبادة المذكورة في هذه الآية هذه العبادة هي التي يتحدث عنها الإمام الصادق فيقول العبودية جوهرة كنهها الربوبية هذه العبادة هي التي إذا مرتقت تصل إلى العبودية العبودية هي أعلى درجة من درجات العبادة العبادة تقود إلى العبودية والعبادة هي الولاية وما الصلاة إلا مظهر من مظاهر الولاية فستكون في الحاشية العبادات كلها هي مظاهر للولاية الحقيقية الهدف العميق للمشروع المهدوي هو وصول الإنسان إلى العبودية قد تسألني وما المرات أني لا أعرفها كيف تسأل طفلا لا يعرف معنى البلوغ المجتمع البشري في مرحلة الطفولة لم ينضج ولذا أول شيء حين يخرج الإمام ماذا يفعل؟ يضع يده على رؤوس العباد فيجمع بذلك عقوله ويكمل بذلك أحلامه الأحلام الأحلام تشير إلى الجانب الوجدان والبصائر في أول الحديث قلت بأن مدارك الإنسان العقل الحس والعقل والوجدان والبصائر البصير ويضع 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 يده صلوات الله وسلامه عليه على رؤوس العباد على رؤوس الخلق فيجمع بذلك عقولهم ويكمل بذلك أحلامه عملية إكمال للبناء العقلي وعملية إكمال للجانب الوجداني والبصائري الحديث الذي يقول قلب المؤمن دليله لا ينطبق علينا الآن إذا انطبق فبشكل جزء يكون قلب المؤمن دليلا له حقيقة حين يكمل تكمل أحلامهم الأحلام أين هي في الوجدان الوجدان أين الوجدان في القلوب حين نقول وجدان يعني قلوب هذا المعنى قلب المؤمن دليله لن يكمل إلا عند الظهور حين يضع الإمام يده على رؤوس الخلق لا رؤوس العباد فيجمع بذلك عقولهم ويكمل بذلك أحلامهم كل ذلك مقدمة لأي شيء مقدمة لأن يعبد العبادة الصحيحة ولذلك الروايات تقول عن الأئمة بأن المؤمن في زمن الغيب ناقص الإيمان صلاته ناقص صيامه ناقص هذا المؤمن والإمام هنا يتحدث عن أفضل المصادق عن أكمل المراتب حين يقول المؤمن يعني المؤمن الذي توفرت فيه الصفات المطلوبة والمفترضة من قبل الإمام حين يتحدث الإمام الصادق فيقول بأن المؤمن في زمان الغيب إيمانه ناقص إنه يتحدث عن المؤمن الذي اجتمعت فيه مواصفات الإيمان المفترضة والمطلوبة والتي يريدها الإمام أن تتوفر فيه فيقول وناقص الإيمان حتى يأتي إمامكم مثال بسيط هل نقرأ القرآن يا ابن رسول الله بقراءتكم؟ قال لا أقرأوه كما يقرأه الناس وسيأتي من يعلمكم مثال واضح بسيط جدا وسيأتي من يعلمكم المؤمن في زمان الغيبة ناقص الإيمان ونقص الإيمان هذا مرده إلى أي شيء إلى نقص في العقل إلى نقص في الأحلام الرواية عن إمامنا السجاد التي يرويها أبو خالد الكابلي حين يقول إن أهل زمان غيبته يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامه بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان هو يتحدث عن مجموعة لا أعتقد أنها موجودة كان يفترض أن تكون موجودة لأن هذه المجموعات كيف تنتج كيف تنشأ تنشأ من مجتمع وهذا المجتمع لا بد أن يكون مجهزا بإمكانات هذه الإمكانات والوسائل هي التي تنتج هذه المجموعة إذا كان المجتمع مجهز بوسائل عكس هذه القضية سينتج أناسا عكس المطلوب وهذا هو الواقع الذي نحن نعيشه لذلك لا نفرح كثيرا بأن هذه الرواية تنطبق علينا أبدا لا وجود لها في الواقع لكن السياق العلمي يجبرني أن أورد الرواية يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم ماذا أعطاهم؟ من العقول والأفهام والمعرفة من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هذا المعنى ليس موجودا على أرض الواقع هذا المعنى يتحقق في مجتمع ينضج نضجا مهدويا هذا النضج مهدوي في أعلى المراكب هذا النضج المهدوي ليس موجودا من أن يأتي النضج المهدوي؟ والثقافة الموجودة هو وسائل التثقيف وسائل التعليم وسائل التربية والمراكز التي يجب أن تكون هي السبب في وجود هذا النضج هي تعمل بالعكس بالضبط بالعكس الموجود هو بالضبط عكس هذا فلذلك أقول هذه المجموعات كان يمكن أن تكون لو توفرت لها الأسباب والمقدمات ونحن والبحث النظري نحن فقط كلام نتكلم فقط كلام نحن والبحث النظري لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هذه أي غيبة؟ غيبتي أنا تتحول إلى مشاهدة أنا الغائب عن أمي نحن الغائبون روافها دلالة أعمق من المعنى الظاهر الأول المعنى الظاهر الأول ما صارت به الغيبة غيبة الإمام صارت بمنزلة المشاهدة وكأن الإمام ليس غائباً عنه وكأنهم يعيشون معه كما كان صحابة الأئمة يعيشون مع أئمتهم ولكن إذا أردنا أن ندقق النظر في تفاصيل ألفاظ الرواية رواية في وجه أخر رواية تحدث عن عقول وأفهام ومعرفة هذه العقول والأفهام والمعرفة تنقلهم من حالة الغفلة تنقلهم من حالة الغيبة تنقلهم من حالة الغفلة إلى الانتباه ومن حالة الغيبة إلى الشهود إلى المشاهدة حتى صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة نحن الغائبون وليس الإمام غائباً كيف تتصور إماماً غائباً والقرآن يصدع ما بين آذاننا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون رؤيته هي رؤية الله واحد الله يرى في السر في العلن في كل حال ورؤيتهم نفس الشيء رؤية آفاقية متسعة رؤيتهم رؤية الإحاط الآية واضحة لا تحتاج إلى جهد كبير في فهمها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم الله كيف يرى العمل له حدود الرؤية الإلهية محدودة بزمان محدودة بمكان محدودة بأشخاص محدودة بكيفية الرؤية الإلهية لا يحكمها الزمان لا يحكمها المكان لا تحكمها الكيفية لا تحكمها الأحداث لا تحكمها العوالي لا توجد حواجب تحول فيما بينها وبين التفاصيل رؤية مطلقة بتمام معنى الإطلاق هي نفسها الآية تتحدث عن رؤية واحد وقل اعملوا فسير الله عملك ورسوله والمؤمنون رؤيتهم هي رؤيته رؤية واحد لا توجد فوارق من كانت رؤيته هذه أيكون غائبة لذلك هذا التعبير دقيق غائب عن الأبصار غائب عن الأبصار غائب عن الأبصار يعني أن الأبصار هي التي تغيب عنه كيف يغيب عن الأبصار يعني أن الأبصار لا تملك قدرة على رؤيته هذا الذي يغيب عن البصر لما نقول غائب عن الأبصار يعني أن الأبصار العيون لا تمتلك القدرة على رؤيته يعني ما هو بغائق التعبير صار تعبيرا شائعا مثل ما نقول الآن نقول النهر يجري هو النهر ما يجري النهر ثابت الذي يجري الماء نقول النهر يجري جرى النهر هو النهر أخدود أخدود في الأرض محفور متى جرى النهر الماء يجري في النهر النهر هو هذا الأخدود الجغرافي الأرضي الترابي سمي ما جد لكن الماء يجري في النهر فنقول النهر يجري نقول جف النهر النهر لم يجف الماء جف النهر هو أساسا جاف أساسا هو تراب هو صخور هو حجارة هذه التعابير موجودة في كل لغات العالمة تعابير تنشأ بحسب العادة وبحسب الاستئناس الذهني بالمعاني نحن نستئنس بهذه المعاني فنقول النهر جاري والحال النهر ليس بجاري الماء هو الذي يجري نقول الإمام غائب عن الأبصار الإمام ما هو بغائب من يمتلك هذه الرؤية الإحاطية كيف يكون غائبة الغيبة موجودة فينا لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة هذه العقول والأفهام والمعرفة هي التي تقوت إلى العبادة الصحيحة ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر التفكر هو من لوازم العقول والأفهام والمعرفة ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر التفكر والتدبر هو من لوازم العقول والأفهام والمعرفة فالعبادة التي أشير إليها في إياك نعبد وإياك نستعين هذه هي العبادة الكبرى وهي الولاية ونقولها في الصلاة فنطلب الهداية إلى مركز هذه الولاية اهدنا الصراط المستقيم نقولها في الصلاة نردد هذه العبارات بحثاً عن الطريق الذي يوصل إليها عن مركز هذه المعرفة هذه العبادة إذا ما كملت فستقود إلى العبودية التي كما قال الإمام الصادق العبودية جوهرة كنهها الربوبية حينئذ إذا وصل الإنسان إلى هذه المنزلة يكون قد عرف نفسه حين يدرك معنى العبودية ومن عرف نفسه فقد عرف ربه يعني هذه الأحاديث لا تنطبق علينا هذه الأحاديث كلها برسم الانتظار إذا ما أردنا أن نطبقها فتطبيقها بشكل جزئي يسير جداً المشروع المهدوي هو هذا المشروع المهدوي الذي يقود الإنسان إلى الخلافة والخلافة هي هذه الخلافة تعني العبودية ما معناها أنا لا أستطيع أن أعرف معناها لأنني لم أتذوقها إذا كان هناك إنسان لم يتذوق شراباً معيناً هل يستطيع أن يتحدث عنه؟ البشرية لم تتذوق هذا المعنى يعني الآن طفل في الروضة يمكن أن يدرك معنا أستاذ جامعة يمكن أن يدرك يتصور ما المراد من أستاذ جامعة وهو طفل في الروضة نحن كما في حالة الجنين مثل ما قيل له الجنين لماذا؟ الجنين يعني الغائب لذلك يقال مجنون مجنون لماذا؟ غائب عقله الجنون في لغة العرب تعني الغيبة ويقال جن لأنك لا ترى غائب عن عينك هو موجود لماذا سمي الجن؟ الجن والأنس الأنس لأنك ترى وتستأنس به أما الجن فهو غائب عن عينك فجن الشيء غاب والمجنون غاب عقله جن غاب عقله والجنين سمي جنينا غاب في رحم أمه نحن في مرحلة الجنينية إذا كان المجتمع في هذه المرحلة يستطيع أن يتصور الجنين ماذا سيواجه في قابل الأيام؟ المشروع المهدوي مشروع متسع وكبير لكل الوجود القضية ليست خاصة بالشيعة وظلامات الشيعة كما يريد أن يصورها شاعر من الشعراء أو أديب من الأدباء أو كاتب من الكتاب فيصور القضية بأن المسألة مرتبطة بظلامة لمجموعة من الناس وأن الشيعة جرى عليهم ما جرى ويطالبون الإمام بالخروج القضية أكبر من هذا قضية خص الوجود هذا مشروع الله مشروع المهدوي هو مشروع الله ما نحن إلا جزء من خلق الله هذا مشروع لكل الوجود مشروع بهذه السعاء وبهذه العظمة قطعاً نحن لسنا لنا التأثير الكبير في خصوصياته لكن نحن المجتمع الذي تخرج منه الشرارة الأولى الحركة الأولى الخطوة الأولى نحن القاعدة المجتمع الشيعي هو قاعدة المشروع المهدوي القضية مربوطة بالإمام صلوات الله وسلامه عليه ولو كانت القضية كأنها قضية سياسية تحتاج إلى تنظيم إلى حزب إلى عمل سياسي لما كان هناك حاجة إلى نزول الملائكة لما كان هناك حاجة إلى اشتراك جموع الجن لما كان هناك حاجة إلى رجعة الأنبياء الروايات تحدثنا في يوم الظهور هناك أنبياء يرجعون هناك الكثير من الصالحين والصديقين يرجعون هناك ملائكة ينتظرون منذ يوم عاشوراء إلى يوم الظهور من شعارات يوم الظهور يا منصور أمت منصور من هو هذا منصور هذا هو قائد الملائكة الذين نزلوا في بدر نزلوا في يوم عاشوراء وسيد الشهداء أجلهم إلى يوم الظهور الروايات تقول بأنهم ما رجعوا إلى السماء بقوا ينتظرون هم ينتظرون في الحرم الحسيني السلام الموجود في الزيارات وعلى الملائكة المستغفرين لزوارك يراد منهم هؤلاء وإلا الملائكة صاعدة نازلة على ضريح الحسين بالمليارات سلام المذكور في زيارات الحسين على الملائكة تشير إلى هذه المجموعة إذا كان المشروع المهدوي حركة سياسية أو مسألة لإقامة حكما ودولة كسائر دول البشر أو لإنقاذ مجموعة كما يتصور الشيعة بأن القضية لإنقاذهم إذا كانت القضية بهذا الشكل لا حاجة إلى كل هذه التفاصيل الكبيرة العريبة ومع ذلك الأئمة حدثونا باللسان المدارات ومن جهة أخرى المشروع المهدوي المهدوي سري في أبعاده وغاياته فليس من المنطق أن الأئمة يكشفون لنا تفاصيله وإنما يحدثوننا عن أشياء تشدنا إلى المشروع المهدوي وإلا ليس من المنطق أن أسرار المشروع المهدوي تكشف هكذا علىنا ليس منطقيا هذا الكلام إضافة إلى المدارات إضافة إلى سرية المشروع المهدوي إضافة إلى عدم وصول كل الأحاديث لم تصل إلينا كل الأحاديث هناك أحاديث ضاعت لذلك الصورة عندنا مجزوئة ومع ذلك مع أن الصورة مجزوئة ومع أن المعطيات ليست كاملة ولكن ما بأيدينا من معطيات تحدثنا عن مشروع كبير كبير جدا وهذا هو السبب الحقيقي لغيبة إمامنا صلوات الله فهذا المشروع الكبير لم تنضج المقدمات هناك مقدمات قطعا المرتبطة بالعالم العلوي والمرتبطة بالملائكة والمرتبطة بخارج الوجود البشري هذه ناضجة القضية تتحدث عن المجتمع البشري وبالذات عن هاتين المجموعتين المجموعة الشيعية والمجموعة المسيحية اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين اللهم صلبي على حمد وآله أمد وآله محمد عجب ورجع وعله حدود شكرا